وهذا الإقبال الكبير على مراكزها التلقيح في الفترة الأخيرة يرجع بالخصوص إلى اعتماد إجبارية جواز التلقيح للتنقل ولولوج الأماكن العمومية نسميهم بفئة المواطنين المترددين والذين اقتنعوا أخيرا بضرورة التلقيح للحصول على وثيقة اللقاح نتابع آراء الشريع المغربي حول إجبارية جواز التلقيح بين الرافضين والمؤيدين في الروبرتاج التالي لحسن لحمدي وأمين حدو تخوفات بعض من الأعراض الجانبية لما بعد التلقيح تجد ما يبررها هو انتشار الأخبار الكادبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فهل الأمر هنا يتعلق بمشكلة التواصل أم برغبة البعض في عدم القيام بالتلقيح الدكتور عبد الحميد مستغفر رئيس الجمعية المغربية لأمراض القلب الاستشفاء الحالات الخطرة كانت نزل حتى الـ 90% عند الناس اللي ملقحين مقارنة سنبع الناس اللي ملقحين فلهذا الأمر واضح هذه مصلحة عامة خاصنا نخرطه في مصلحة العامة للبلاد لنفوق أي اعتبار باش نرجعو للحياة العادية دينا باش يمكن نعيش واحد الحياة العادية اللي تعودنا لها التوفر على جواز التلقيح أتار ضج كبير من أجل الولوج للفضاءات العامة من قبل بعض المواطنين غير الملقحين والذين يرفضون انخراط في المناع الجماعية إلا قالت الدولة المغربية هدف صالحنا بورك وابا علش الله ما نديروش الفاكسر لماذا ناس متخوفين؟ يمكن كل واحد كيفاش واحد فاهم واحد ما فاهمش كي يمشي للانترنت كي يمشي ما كي يختناش مازال مدرت التالي؟ لا مازال يلا عنا عنا تخوف شوية يلا عنا تشعر ما طيب ديالي دي القلب خاصنا نعترف بالمجهودات الجبارة لدارة السلطات لا في وزارة الداخلية ولا في وزارة الصحة باش يوجدوا تلقيح للناس مقارنة مع الأمور اللي حصلة في الموحيط ديال المغرب فرض جواز التلقيح على المواطنين يأتي لتعزيز التطور الإيجابي الذي تعرف الحملة الوطنية للتلقيح والأخذ بعين الاعتبار التراجع التدريجي في منح الإصابة بفيروس كورونا